السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم باخير وعلى خير ارجع لكم فيديو جديد ووصفات للجود داي سهلة واقتصادية اللي غدي تنفعكم مع وليدتكم العائلة ديالكم او للضيوف ايضا وفي نفس الوقت هاد الوصفات تقدروا تعتمدوهم كمشروع مربح ان شاء الله من البيت ديالكم بالنسبة للبنات او ربات البيوت لان بحال هاد الوصفات هديك يكون عليهم الطلب بزاف من طرف الناس غدي شارك معكم بحال ديما تفاصيل كمية اللي كان حصلوا عليها تم البيع فالي عجبتكم الفكرة ديال الفيديو وما تنسونيش من اللي لايك وتبارتجيوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونبدأوا باول وصفة ديال قراش اللي بالزنجلان والنافع اللي كانحتاجوا فيهم جوش الكيسان ديال العنبا ديال الحليب الدافئ كأس عنبا من سكر سنيدة وكأس الى ربع من الزيت النباتية حبة بيت ملعقة كبيرة من الخاميرة العجين فالكالجو بارد بحال دابا غادي تخدروا معلقة كبيرة والكالجو ساخن فغادي تنقصوا الكيمية غادي يحتاجوا ايضا كيس من الخاميرة الكيميائية وكيس من سكر فاني رشة ملح وهنا عندي ملعقة كبيرة من الزنجلان مع ملعقة كبيرة من النافع تحنتهم في الخلاط الكهربائي يمكنكم تحنهم لديكم الأطفال لا يمكنكم تحنهم لا يمكنكم تحليهم واخيرا الدقيق الأبيض حسب الخلاط إذا فباش نسهل علي العمل غادي نستعمل الخلاط الكهربائي فغادي نطحن جميع المكونات اللي ذكرت في الخلاط الكهربائي مع عدد دقيق غادي نخليها حتى الأخر ونديروا بوحده فغادي ندير الحليب السكر الفاني الملح غادي ندير زنجلان ونافع الخميرة ديال الحلوة وكذلك الخميرة العجين ونطحن الكل جيدا موسيقى من بعد ما كنحصلو على واحد الخليط اللي كيكون متجانس غادي نوضعوه فهاد الإناء وغادي نبقى نضيف التقيق ونجمع العجينة فالعجينة اللي كنحصلو عليها في الأخير كتكون متماسكة ولكن في نفس الوقت كتكون شوية كتلسقها في اليد ولكن باش ما تبقاش تلسق لنا في الدينة غادي نديرو شوية ديال زيت نباتية باش نجمعوها هاد العجين ونخليوها ترتاح وتخمر مزيان فبينما خمرة العجينة ديال القراشل فغادي نمر لتحضير الوصفة الثانية غريبة ديال سميدة اللي سهلة و سريعة التحضير فبنسبة المقادر ديالها كنحتاجو 250 جرام من سميدة رقيقة 250 جرام من الدقيق الأبيض كأس عنبه من سكر حبيبات وكأس عنبه من الزيت النباتية حبة بيت جوشت الأكياس من الخميرة الكيميائية وجوشت الأكياس من سكر فاني رشة ملح وغادي نحتاج ايضا واحد لكاس ديال الحليب اللي نسيت ما اذكرتوش ونيت ايضا ما احطيتوش مع المقادر اللي انا نسيتو حتى بديت كنخدم عاد تفكرت باللي راني خاصني كاس ديال الحليب فكيف ما كتشوفو في الفيديو فقدرت سميدة وتبعتها الزيت ثم سكر سانيدة والفاني غادي نخلطهم مزيان من بعد غادي نضيف الملح حبة بيت والكأس ديال الحليب ونحرك مزيان وفي الاخير غادي نضيف ديك 250 جرام ديال الدقيق الابيض مع الخميرة الكيميائية في حالة تحسيتو بالخالط ديالكم ما متماسكش يعني حسيتو بيه مازال جاري بزاف ممكن لكم تضيفوه جوج حتى الثلاثات المعالق كبر من الدقيق الابيض فراها سهلة هاد الوصفة دغيكة وجداد الغريبة دغيكة طيب وكجيل ديدة بزاف فكيف ما كتشوفو خديت واحد طبيصل صغير درت فيه شوية ديال زيت نباتية باش ما تبقاش العجينات تلصق ليه في ديال وانا كنكورها فكل حبة درت فيها تقريبا 37 جرام حيث ما زال غادي تنفخو لانا نلقاطو كل ما كانت الحبة صغيرة كل ما كيجي شكل ديالها زوين وكتحصل عليها واحد الكمية وفيرة ودروري ما كتكورو العجين دروري ما تمرروه في السميدة يعني فاشكا طيب هاد الحلوة هادي كتجي مقرمشة في الاخير فغادي نستمر بنفس الطريقة حتى نعمر طاوة ديال فران كاملة وغادي ندخلهم للفرن ليكون ساخن مسبقا فحاولوا انكم تضعوهم في طاوة ديال فران ويكونوا مباعدين شوية حيث كيف ما قلت لكم ما زال كي تنفخو وغادي نطيبهم من الفوق ومن تحت ديال فران ونرجعو تاني العجينة ديال القراشل من بعد ما خمرات مزيان غادي نزول لها البلاستيك الغدائي ونحاول انني نفرغ العجينة من الهواء بهاد الطريقة هادي كيف ما كاتشوفو ومن بعد غادي نبدان نشكل كورات ديال العجين بالحجم اللي بغيتو فانا درتهم شوية كبارين الوزن ديال الوحدة فيها 122 كرام يمكن لكم تديروه ما صغر باش تحصلوا عليها كمية اكتر او لا تديرو الوزن اللي درت انا فغادي نبقى ندهن صباعي بالزيت ونبدان نقرس هكا الكورة ديال العجين ونوضعها في صينيات الفرن اذا من بعد ما كورت العجين كامل حصلت على حداش القطعة بهاد الحجم هذا الان غادي نقرسوهم بيت ديال او نولي نرجعهم يخمرو مزيان حتى يبدوا يبانو لكم شوية يبدو يتنفخو وغادي نغطيوهم بشي زيف مزيان ونخليوهم يخمرو مزيان اذا من بعد ما اخمرو هاد القريصات هادو غادي ندهنهم بصفار البيت مع القليل من القهوة سريعة الدوابان والقليل من الخل فغادي ندهنهم للمرة الاولى ونولي نعود ندهنهم للمرة التانية باش يجو محمرين في الاخر حاولوا انكم تدهنهم مزيان وما تنسوش الجنب حتى هوا ما دهنهم باش ما يبقوش بيضين وفي الاخر غادي نزينهم بشوية ديال لوز مهرمش كان عندي شوية ديال لوز وطحنتو يمكن لكم تزينهم من الفوق بزنجلان او لاللوز او لاترشو سكر فاني كانين بزاف ديال الافكار والان غادي ندخلهم مباشرة للفرن باش يطيبو من الفق ومن تحت ونمرو الاخر وصفة حلوة ريش بونت اللي غادي نحتاجو فيها ثلاثة الحبات ديال البيت كاس عنبا ديال زيت نباتية كاس عنبا من سكر حبيبات 12 جرام من الخامير الكيميائية القليل من الملح بشور حامضة محكوكة 500 جرام من الدقيق الابيض وللتزين غادي نحتاجو ميتين جرام من المربا المشمش درتو فكسرونا باش من بعدها غادي ندوبو وعندي ميتين جرام من الكوك او لجوز الهند ونبدأو في طريقة التحضير فغادي نترب البيت دوك ثلاثة الحبات ديال البيت مع الملح والسكر سنيدة وغادي نضيف عليهم قشور ديال الحامض من بعد غادي نضيف الزيت ونطرب مزيان وفي الاخير وايضا غادي نضيف الخامير الكيميائية وفي الاخير غادي نبدأ نضيف الدقيق ديك 500 جرام شوية بشوية حتى نكملها وتجمع العجينة اللي كتكون متماسكة ارتباء فكيف ما كاتشوفو بديت في الاول كنخلط بالطرب اليداوي فان فو نحس بالعجينة وفي الاخير وفي الاخير من بعد ما جمعت العجينة هذا هو القوام ديال العجين اللي كان حصلو عليه كيف ما كاتشوفو والان غادي نبدأ ندير كوبيرات ديال العجين صغارين كل لوحدة غادي يكون وزن ديالها 8 جرام كيف ما قلت لكم كل ما درتو هم صغارين كل ما غادي يجيو زوينين يعني ديرو هم بين 8 جرام او لا 10 جرام لان فيهم الخامير الكيميائية فضروري غادي تنفخوه ونصيحة اخرى وضعوهم متبعدين في طاوة ديال الفرن بش ما يتلاشقوش والطاوة اللي عمرتها غادي ندخلها مباشرة للفرن باش الطيب من الفوق ومن تحت وغا نكملها كاك حتى الطيب الحلوة كاملة اذا من بعد ما طاب لقاتو كيف ما كاتشوفو هدا هو الشكل نيهائي ديالو ما حمرتوش بزاف فقط صهدتو شي شوية من من تحت هندي هنا المربة دوبتو وعندي هنا كوك او الجوز الهند فهدي هي الطريقة اللي غادي ندير نوضع دوك الحبات ديال البيسكويف في المربة بهذا الشكل هذا ومن بعد عاد غادي نبدأ اللاسق كلها جوج حبات ونمررهم في الكوك موسيقى فغادي نستمر بنفس طريقة تزيين على باقي الحلوة كاملة حتى نكملها كاملة انا فقط وريتكم هنا يا ربعات ديال القطع باش منطول شاليكم الفيديو وفي الاخير كيكون هدا هو الشكل النهائي ديالغريبة تسميدة غريبة سهلة تتحضير اقتصادية والدي دايكة جمعاتي غزالة ومن نص كيلو خرجت لينا ثلاثين قطعة من وزن سبعة وثلاثين كرام يمكن يكون ضعف المقادير باش تحصلوا على كيمية اكتر وبالنسبة للحلوة الثانية اللي بالمربة والكوك المعروفة بريش بوند كيكون هدا هو الشكل النهائي ديالها يعني من خمسمائة كرام ديالتقيق حصلت على تمانية وخمسين قطعة من وزن كل قطعة فيها 16 جرام واخيرا القراش اللي بالزنجلان والنافع اللي يسلحه بزاف الفطور او للكاس كروت مع الشاي او لكاس قهوة هدا هو الشكل النهائي ديالهم كيف ما كتشوفو حصلت على 11 قطعة فالا درتوهم صغر من هكا فاكيد غادي تحصلوا على كيمية كبر من هادي كيكون هدا هو الشكل النهائي ديالهم جايين محمرين زوينين ارطبين بالنسبة التمن المقترح للبيع ديالهم هو جوش درهم ونص حيث جايين كبارين فالا درتوهم صغر من هكا فاحسبوهم بجوش درهم للقطعة وبالنسبة الحلوة ديالريش بوند فالتمن اللي غادي نقترح عليكم للبيع هو خمسين درهم للكيلو جرام الواحد واخيرا بالنسبة الغريبة الاقتصادية فيمكن لكم تبيعوا الحبة واحدة بدرهم للقطعة الواحدة وبعد الشكل كنكون وصلنا لنهاية الفيديو تمنى يعجبوكم الوصفات تجربوهم في الطار وتشاركوهم معايا على حسابي في الانستغرام لا تنسوش تخليوليها لايك كومنتر وتبارتاجو الفيديو كنبغيكم بزاف وكنبغيكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر